وفي علم الكلام طبعا هاي المقدمات كل هدا أبينها للأعزائي لا يتبادر إلى أنه خارج عن بحثنا كاملا في صلب بحثنا في صلب مفاتيح عملية الإسلمبار لأنه هذا هو الذي سيعين لنا معنى الاجتهاد في الدين إحنا الآن مولانا أخطأنا الطريق إحنا نتصور الاجتهاد أنه نعيش مولانا ست شهر لنعرف أن الماء طاهر ويطهر لو بس طاهر ما يطهر مولانا روحوا ابحثوا الآن روحوا في مقدمة كل الكتب مولانا الفقهية شوفوا مئات الصفحات كتبت أن الماء طاهر ولكنه يطهر لو ما يطهر مولانا فتبقى ستة أشهر لتبحث أن الطاهر يطهر أو لا يطهر تصورنا الاجتهاد هذا مع أن الاجتهاد فتح في الشريعة لأجل شيء آخر مولي أجل هذه المسائل التي في اللباس المشكوك نكتب كتاب سبعمائة صفحات هالسئلات جهنم اللباس المشكوك ذبه على صفحة البس لباس آخر مولان أخير بينك وبين الله عمرك تقضي أنت أنه حكم اللباس المشكوك شنو هو هذا العمر الذي يمكن أن يتكرر أو لا يتكرر كل آن آن منه هذا رأس مالك لحياتك الأبدية أنت تقضي في شنو ها أنه إذا صار لباس مشكوك شنو حكم مولان أخير بينك وبين الله شوفوا شوان إحنا ظللنا الطريق واقعا ويحسبون أنهم يحسنون صنع ويحسبون أنه أجنحة الملائكة تفرشوا يا أجنحة ملائكة أجنحة الشياطين من يفرشها لذولهم أجنحة الملائكة لماذا لأنه عبث هذا أمر عبث يا أعزائي والله تضيع لأعمارنا فهمي هسا الآخرين يعتقدون أن هذا هو جناح الملائكة موفقين ولكن أنا دا أتكلم ماذا عن فهمي للدين الدين لأجل الحياة أعزائي أنتوا تجدون أنا مرارا ذكرت الأعزائي تجدون الآن الدين فقط في أوساط الحوزة العلمية من تأتي إلى الشارع والسوق والعلاقات والموظفين والدوائر تجد دين أو لا تجد دين لا تجد رائحة للدين أعزائي لماذا لماذا مع أنه هذا الدين جاء لأجل الناس علي الأحوال